الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما تعلمون أحبة الكرام أن إكرام الضيف من المناقب النبيلة وخصلة من خصال الخير العظيمة ومكرمة من مكارم الأخلاق الرفيعة وفعل ذلك يدل على المروءة والإيثار وهذه صفة من صفات الكرم والجود التي أكد الإسلام عليها حيث كانت منتشرة في الجاهلية وقد أخذ العرب هذا الخلق الرفيع من سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاءه الملائكة عليهم السلام يعني في صورة بشرية حاملين ببشارة الولد ونجات سيدنا لوط عليه السلام ومن آمن معه وهلاك قوم لوط عليه السلام فقام إبراهيم عليه السلام بنفسه في إكرامهم وضيافتهم وقدم لهم عجلاً مشوياً سمينة فهو عليه السلام أول من أضاف الضيف كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن إبراهيم أول من أضاف الضيف و لما جاء الإسلام أكد و حث على هذا الخلق العظيم و جعله من مكارم الأخلاق و من علامات الإيمان و قد صح في الحديث و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه و التقصير في إكرام الضيف و الإساءة إليه دليل على نقص إيمان المرء و مرؤته كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكرم الناس و سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نجدها مليئة بقصص الجود و الكرم بل بلغ من كرمهم إثار الضيف بما هم أحوج له من الضيف كما ورد في الحديث الشريف الذي يرويه لنا الإمام البخاري في صحيحه عن الأنصاري الذي قام بضيافة ضيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى آثره على نفسه و أولاده الصغار فقد مدحه الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة لذلك أيها الأحبة اعلموا أن الضيف يأتي برزقه و يذهب بذنوب القوم و يحصل المضيف على الأجر العظيم و غفران الذنوب كما قال شقيق البلخي ليس شيء أحب إلي من الضيف لأن رزقه و مؤنته على الله و لي أجره سبحان الله كما أنه لو نزل بك ضيف لا تكلف نفسك أيها الحبيب ما لا تطيقه بل عليك كما قال ميمون بن مهران إذا نزل بك ضيف فلا تكلف له ما لا تطيق و أطعمه من طعام أهلك و ألقاه بوجه طلق فإنك إن تكلفت له ما لا تطيق أو شك أن تلقاه بوجه يكرهه اللهم أكرمنا بما تكرم به عبادك و اجعلنا أهلا للكرم الذي هو من أجمل صفاتك و صفات حبيبك صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ترجمة نانسي قنقر